حركات كتيرة ومبادرات كتيرة برضو قامت بعد ثورة 25 يناير في منها اللي استمر وقدر هو يثبت نفسه على الساحة وفي منها اللي ما استمرش او انتهى واختفى من الحركات اللي قامت مؤخرا وواضح لها يا رشاد كبير جدا حاليا على الارض ومعظمها من الشباب اهم وتقليل من كله الشباب هي حركة مبادرة مصرنة نعرف اكتر هي مبادرة مصرنة ونعرف اكتر وصلوا للايه واول خطوة عملوها من خلال ضفنة درواتي وهو احد مؤسس الحركة وايضا هو عضو مجلس اماناء في حركة مصرنة او مبادرة مصرنة وهو الاستاذ براء اشرب صباح نور ازاي تمام الحمد لله في مبادرة كتير تلقات زي ما احنا قلنا منها نستمر ومعها لندفع تفتكر ده ليه قبل نتكلم عن مصرنة والله مش تتناوع الاسباب في الاسباب كتيرة يمكن لان اهدف بعض الحركات بتبقى مرحلية شوية بتبقى طالع عشان هدف بعينه يمكن لان هما بقدرواش يعملوا هيكل مؤسسي يعني بقدروا يعملوا يعني نوع من انوال تنظيم للاعضاء والاسباب كتيرة بس في النهاية زي ما بتقول فيه حاجات بتستمر في حاجات بتوقف يعني والحاجات بتدخل حركات بتدخل جوا بعضها بطريقة او باخرى والدنيا بتمشي الحمد لله تريما بعد عشر تشهر او حداشر شهر بدأت مبادرة مصرنة صحيح ايه اللي خليها تاخد الوقت دوت وهي عبارة عن ايه او فكرتها تمام خلينا اجاوب على سؤالك الاولاني لخليها تاخد الوقت ده ان احنا كنا بدين نفسنا وقت شوية لحاجتين الحقيقة الحاجة اللي اقولين ان احنا نلاقي بعض ان الاساس ومصرنا يلاقوا بعض يعني يعرفوا بعض ويقدروا ويناقشوا يعودوا وقت طويل يتناقشوا في الافكار ويوصلوا كده ان هم متأكدين ان افكارهم قريبة شوية من بعض ان هي لما تتعرض او لما تطرح للناس هتبقى قوية دي حاجة تانية ان احنا كمان كنا عايزين نطلع بطرحة واضح يعني طرح يلاقي قبول الناس وان هو لما الناس تسمعوا يبقوا قادرين ان هم يستجيبوا ليه بشكل او باخر وكلهم مهتمين جدا احنا نأكد للناس ان الموضوع مش سريع ان مصرنا مش بفكرة جات النهاردة وطلعت بكرة لا احنا بقالنا عدد طويل من الشهور بنقعد وبنفكر وبنخطط وكل مرة نقول هنطلع لا نقول نأجل شوية وهكذا مالهم مؤسسة هذه الحركة مؤسسة الحركة احنا مجلس الامناء بيضم عشر اشخاص فيه اكتر من كده من مؤسسين الحركة العشر دو بتنوع بين واقل غنيم الناشط المعروف وقاد من صفحة كلنا خالد سعيد زياد علي المهندس وكان عضو صابق في المجلس الاستشاري والدكتور معتاز عبد الفتاح المخرج والسيناريست محمد دياب وانا براق اشرف شادي شريف وغيرنا كتير خالد منصور ناشط سياسي سلفي وقل خليل ناشط سياسي يساري وغيرهم يعني فكرة بقى مصرنا ايه اهدافنا فكرة مصرنا باختصار هي حركة شعبية ايما باختصار لمجموعة كده من الاهداف واضح من اسمها اننا رايحين ناحية مصرنا مصرنا اللي هي الكيان او الاطار الجامع لكل شباب المختلف الطيرات السياسية ده من ناحية من ناحية تانية ان هي محاولة لتقديم افكار حقيقية لها علاقة بالصورة والحفاظ على اهداف الصورة الاسسية اللي خرجت من عشانها او الناس نزلت للشارع يوم خفص عشر يناير علشانها اللي هي العيش والحرية والكرامة الانسانية باختصار شديد انتهايلي دي اهم الاهداف بشكل واضح يعني وده بتنفس من خلال او بأي اشكال مبدأنا احنا الحركة هي حركة شعبية منضم لنا عدد الحمد لله كبير جدا من الاشخاص وصل لها يعني تالي ما وصلنا الاربعين الف شخص مالوا للاستمارة استمارة العضوية وحوالي سبعين الف شخص منضموا للصفحة ده دي الاعداد الموجودة والحمد لله الاعداد دي تتزايد مع كل مشاب بننزل نعمله نعمله في الشارع احنا بنعمل حركة المنضمين لها دول في اطار تنظيمي ما بيجمعهم في قواعد واضحة للانضمام وفي حركة في الارض طول الوقت ايه القواعد يعني ايه شروط الانضمام الشروط باختصار شريط جدا انت تبقى توافقي توافقي يعني ايه يعني تبقى عندك قدرة على انك تتناسى شوية للطيار السياسي او الافكار الايدورجية انت تنتمي لها ويبقى عندك رغبة حقيقية في انك تشتغل مع باقي اطياف المجتمع باختصار صورة 25 يناير ما نجحتش لان كان فيه طيار سياسي واضح هو اللي بيقودها لا هي نجحت لان الناس تناست في اللحظة من اللحظات يعني اراءها وتوجهاتها وانتماءتها زي محراك بتقول وان هما نزلوا وقفوا مع بعض فكانت اللحظة البديعة اللي هي اجمل لحظة عشرتها مصر ان احنا نزلنا الميدان كل الناس باختلاف طياراتها موجودة في الميدان وبالتالي هي مصرنا بتحول تعمل ده تحول تعمل ده نهاية جمع الناس بنفس اللحظة الجميلة دي بس على سكيل اوسع شوية والمدى زمني اطول شوية بياتوا حملتين اول حاملة هي احمي ثورتك تمام تاني واحدة هي سلاسل الثورت ستحكينا الاول عن احمي ثورتك بص هما مش حملتين هما حاملة واحدة ومشروع واحدة اسمه احمي ثورتك سلاسل الثورة هو اول تطبيق ليه او اول فعالية احمي ثورتك باختصار شريك جدا احنا شايفين ان يعني كل الناس في مصر او احنا هدفنا الاساس انها نشغلنا عشان النهضة عشان البلد دي تنهض وعشان مصرنا دي تبقى احسن وان احنا انت وانا وكلنا بنحلم بمصر عارفين شكلها الجميل اللي احنا بنتمنى عشان ده يحصل لازم الثورة تحقق ادفها لازم الثورة تكتمل عشان الثورة يعني الثورة تكتمل حقيقة مش ينفع الثورة تكتمل وفي بعض الناس شايفين او خطابهم الطول الوقت شغاله هو ادي اللي خدنا من الثورة لا فا احنا طلعنا عشان نقول للناس اللي بتقول ادي اللي خدنا من الثورة لا احنا خدنا من الثورة بعض الاشياء الجيدة مش بعض الاشياء كثير من الاشياء الحقيقة الجيدة وبالتالي احنا بنحمي ثورتنا دي وبنحافظ عليها الاقصى درجة ومهتمين جدا ان احنا نستكملها علشان ننتقل للمرحلة تانية اللي هي النهضة اللي هي نبدأ نشتغل بشكل حقيقي علشان البلد دي تستقر وتقوم وتبقى وتنالي المكانة الحقيقية المكانة التي تستحقها فدي احمي ثورتك ثلاثة للثورة باختصار جمعنا مجموعة كبير عدد ضخم من الشباب نزلنا وقفنا في المهندسين يوم الخميس لمدة ساعة في سلسلة بشرية ضخمة بوصلة الحمد لله حق يعني غطرت شارع جامعة الدول العربية شارع محدين ابو العز شارع شارع بطل احمد عبدالعزيز الميدان مصطفى حمود كله وصل عدد مشتركين حوالي 4000 شخص هو يمكن اكتر شوية الناس باختصار وقفة مسكة ورق زي هذا ورق صغير كده كده كتب عليه مجموعة من مطالب او كلمات هي اعتقد انه غير قابلة للاختلاف معه يعني لما حد يقف الشارع يقول عيش حرية قرامة انسانية اعتقن دي حاجة من الصعب ان الناس تختلف معه بس كنا حرسين ان المطالب تبقى كده او ان الورق يبقى مكتوب فيه صياغ صياغ توفقية جدا صياغ تخلي الناس تفكرها بس تقولها ان لسه فيه ثورة شغلة في البلد ان احنا مهتمين ان احنا نستكمل هذه الثورة بكل الاشكال الممكنة واننا مش بلطبية واننا مش قبضين واننا مش اجندات خارجية وان احنا الخطاب بتاع قديل خدنا من الصورة ده لا ده خطاب مش حقيقي خلينا نفكر اكتر ان البرلمان مثلا ده قديل خدنا من الصورة احنا خدنا برلمان نزل 25 مليون مواطن مصري غير المصريين في الخارج نزلوا علشان يصوتوا في مشهد بديع جدا كلنا كنا فرحين احنا بنشوفوا ان الشباب بتوعنا بقوا يعني اقوى بقوا صوتهم بقى مسموع ان بقى فيه قوانين بتصدر زي حق المصريين تصويت في الخارج ده 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 اللي خدنا من الصورة خدنا من الصورة خدنا من الصورة خدنا حاجات ايجابية كتير في حاجات عدم استقرار اه ده حقيقي بس اهل الثورة مسؤول عنه بشكل حقيقي احنا لا بنشكك في ده بنقول ان ده طبيعي جدا وان فيه فيه مسؤولين يمكن مش هما اكتر ناس بيحافظوا على الصورة او يمكن هو بعض من غير مقصودوا احيانا واحيانا لما بيقصودوا واقفين في وجهها وبالتالي لا احنا بنحاول نستاكمل احنا مؤمنين جدا ان الصورة دي مش هتستكمل الا لما كل الناس تبقى مؤمنة ان هي لازم لازم تكتامل تبدو الواتسي خلينا نتكلم عن انتو عندكم مستويين في الشغل مستوى على الارض او في الشارع او انا عايز اعرف هل هتستقروا بس او هتتركزوا بس على مهندسين ووسط البلد وكده والقاهرة والحاجة التالية كمان انتو لكم برضو ناشط واضح كده صحيح طيب مبدئيا لا احنا طبعا مش هي مش مستقر مش في المهندسين بس النهاردة احنا عندنا الوقفة التانية من ثلاثة الثورة في مدينة ناصر ومصر الجديدة اعتقد بقية الاسبوع في وقفات تانية في القاهرة وغيرها انا عايز اقولك من الحاجات الجميلة جدا ان بعض الشباب من الاقاليم من خارج القاهرة استجابوا لمبادرة ثلاثة للثورة اللي احنا منظمنا في المنسيين راحوا عملوها في مدن ومحافظات اخرى بالتوازي في نفس الوقت اعتقد لان هي موجودة ان ثلاثة ثورة هتستكمل خارج القاهرة اونلاين طبعا شغالين جدا واحنا معظمنا كمان نشطاء الكترونيين قادرين نستخدم الوسيلة دي بشكل جاي لك انا مش حابين ان احنا نحصر نفسنا خالص في الونلاين فالونلاين هو وسيلة لتجميع الناس مش اكتر والتبادل الافكار والنخش طول الوقت الشغل طبعا على الارض ودي اعتقد التحدي الاجبر ايه التحديات بتواجهوها بقى على الارض هل انت عاريتوا اعترضات هل عاريتوا الناس لكوه كفاية بقى والله ابو ازام بقول لكم صعب جدا ان انت لما تشوف اربع تلاف شاب مش شاب بتحديد كمان كان فيه اطفال وكان فيه ناس كبار في السن لما تشوفهم في الاخرى هم بقولوش حاجة بيقولوا ان احنا مش بلتجي يعني كان احد الافتات الجميلة انا مش بلتجي فلما تقول انا مش بلتجي هو هيعترض عليك ليه او لما تقولوا ان البرلمان بتاعنا ده هو الحقق مطالب الثورة البرلمان اللي هو شخصيا راح عشان يصوت فيه حط وينتخب فيه بالتالي ما كانش فيه اعترضات خالص اطلاقا يعني الحمد لله الوقفة كانت شكلها كانت في وقفة بس ولا بتخربت بتخش في مناقشات مع الناس والله لما حد كان بيجي بيسأل طبعا بتخش في مناقشات لكن كان الهدف الاساسي الحمد لله بص الشعب المصري في الاخر عنده قدرة كبيرة جدا على التمييز بيقدر يفرق او بيقدر واعي يجي الكفاية انه يعرف هو مع مين ويقدر يعرف مين الحقيقي اللي بيدافع عن قضايا حقيقة ومين اللي طالع لمجرد البروبجاندا او ان هو عايز يعمل شوء اعلامي مش اكتر يعني طيب احنا خلينا نشوف السلايدز او الورق اللي انت كنت واضح انت كنت مسكينه من ضمن الحاجات اللي كانت عندك صح تمام احنا ضد تخريب متشاقات الدولة خلينا اكتر على السلايدز يعني احمي رسالة الى الجيش والمجلس العسكري طبعا احمي البلد زي محاملة الانتخابات البرلمان المتخب من الشعب يجب ان يحترم براضة الشعب من انتخبكم ونحاسبكم وزي ما شايف نحاسبكم كبيرة شوية لحاسبكم طبعا لان دورنا دور الشعب ان هو لازم يعمل كده مع البرلمان مش حالين تسبق خلاص يعني بالضبط مصر الثورة هي مصر الحرة اعتقد دي حاجة ما احدش يقدر يختلف معها مطالبنا هي عيش حرية عدالة اجتماعية بناكن دي نفس المطالب ان هي الاقتصاد بسبب طول الفاتحة الانتقالية عايزين استقرار عايزين عجلة الانتاج تدور عايزين اتخابات رئاسية سريعة زي الناس كلها يعني مش مختلفين صح شكرا للثورة وحاسين دي حاجة مهمة جدا شكرا للطورة فعلا في عيد الثورة او بعد السنة على الثورة شكرا شكرا لحاجات كتيرة جدا بلاش نضيق بالزبط ولازم نفكر في كده السياسة مش للجيش دي حاجة اساسية ومهمة يعني ايو الشهداء اكرم من فينا لم ولن ننسى الامل اصبح منهج حياة معركتنا مع الفساد والفقر والجهل والزوم ودي فعلا احنا مش معركتنا مع اشخاص معركتنا مع الحاجات البضيطة دي اللي هي مراس 30 سنة من الفساد والفقر والجهل والزوم وشكرا للثورة سوتي مسموح طيب النهاردة من خلال مشاركتك في هذه في هذا النشاط ومن المناقشات اللي دا اكيد دخلتوا فيها مع مجموعة متميزة جدا من الشباب ايه هي اهم تحديات فعلا بقى بجد اللي بتواجه الثورة فترة اللي جاية لو هتكلم عن سنة جاية شايفين الموضوع ازاي وانتوا مختلفكم كمصرنا نفسكوا تصوروا الايه بص التحدي الاساسي هو الانتقال الديمقراطي او الانتقال السلمي لسلطة مدنية ده التحدي الاساسي الحقيقي ان كل الناس اعتقد مفيش حد هيختلف على ده ليه لان ده الطبيعي لان ده الاساسي وده المطلوب بالظبط فيه اختلافات حوالين مدى منطقية الجدول الزمني الموجود فيه اختلاف حوالين طب هو ده الشكل بقى هيبقى عامل ازاي القوانين الدستور وما الى زلك ده التحدي الاساسي التحدي التاني هو احنا نسمينا كده البحث عن نقطة بداية يعني ايه البحث عن نقطة بداية احنا عندنا نهاية للنظام القديم حصلت في 11 فبراير اللي فات من اقل من سنة لكن مفيش بداية حقيقية للنهضة مفيش بداية حقيقية بقى للنظام الجديد مفيش بداية حقيقية تجمس يا اتوقف بالظبط هي واقفين كده في مرحلة انتقالية مخضوضين ولسه مش عارفين مفيش حد بدأ يشتغل بشكل حقيقي وبالتالي احنا هدفنا في مصر الان احنا نبحث عن نقطة البداية دي ونبدأ نشتغل ومش لما نبدأ نشتغل حنقفل لما نبدأ نشتغل حنبدأ شغل حقيقي يعني هي دايما بنحاول نوصل للناس في اللقاءات اللي بنعملها مع الشباب ومع الاعضاء اننا احنا حركة طويلة شوي نفسنا طويل ونشغلين على بعيد احنا شغلين على 2015 و2020 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 شغلين على قدام شوي وبالتالي ده الشغل الحقيقي فنفسنا بس المرحلة الاولانية دي تخلص عشان نبدأ نشتغل شغل حقيقي وبالتالي لا حينفع نبدأ نشتغل من غير ما الحتة دي تخلص اطلاقا ولا هينفع نشتغل في الحتة بتاعت الانتقال السلمي ده للابد لا هلازم تخلص بسرعة جدا تخلص بشكل سليم وشكل ديمقراطي وبشكل يريح الشعب وشكل يرضي الاطراف اه عالت ابداية زي ما انت قلت حتى لو ما يرضيش جميع الاطراف بس عاليه ابداية طيب مصرات التمويل من اين اه 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 ماش غير سلايدز وغير احناقف الشتارع بتاعتهم كانوا حاجات بعد كده مفروض يعني غير التوعية التوعية ده شك من الحملة بس ده مش لكل الموضوع او دي مش كل مصرينة اه بصر حد دلوقتي ما ظهرتش حاجات محتاجة تمويل بشكل الحروطة بتقوم عليها هو وقت يعني انت كلكم ناس بتشتغلوا بزبط 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 وده الالتزام برضو اه مش ناحية مصرينة راحية المجتمع راحية البلد كمان صحيح وبالتالي الطبيعي ان اي انسان بعد ما بيخلص يقوله البلد محتاجة منه ان هو لازم يديها شوية وقت وبالتالي ده احنا بنمول الحركة بوقتنا بنمول الحركة بتطوعنا الوقت الطويل ان احنا نقعد ونفكر ونشوف هنعمل ايه والحاجات الصغيرة دي ما انت عارف ماش محتاجة تمويل على زي ما الناس متخيلة خالص هذا برينتر طيب ايه يعني النهاردة اللي محتاجها مصرينة او يعني اللي احد حابب يساعد بي مصرينة يقدر اولا يبقى معاكو ازاي ويساعدكو ازاي اللي بيبقى معانا بيبقى معانا عن طريق استمرات العضوية اللي هي موجودة على مصرينة.org ده الموقع الالكتروني بتاعنا وان هو يساعدنا بقى بالتفكير والابتكار وايه الافكار الجديدة اللي احنا ممكن نشتغل عليها ويساند المشروعات اللي بتطلع ونوصل لافضل افضل اشكال ممكن طيب احنا شايفين طريقة التواصل معاكم فيسبوك ويكينة ده على الفيسبوك ده على الويبسايت كمان بتاع الحركة ده الايميلات احنا مقسمين الايميلات حسب الاشكال ايه مش هو واحد لكل حاجة لا لا خالص في الناس اصحاب المواهب والتصميمات والفيديوهات وما الى ذلك تلانتس ات مصرينة العمل الميداني فيلد ات مصرينة والوسائل الاعلام ميديا عايز بس اركز على اول شك يعني اين موضوع افتصمات وفيديوهات والعمال الفنية اي علاقة ده مصرينة بص اللوجو اللي انت شايفو على الشاشة ده عشان يتعامل فيه حد متطوع هو اللي عمله فيه ناس كتيرة بقى في الشباب مصر عندهم مواهب زي دي مواهب ان هم يصمموا اللوجوهات ان هم يصوروا فتغرافيا ان هم يعملوا فيديوهات لطيفة وتنزل اونلاين ايان كان كل دي مواهب كتيرة يعني ففي الاخر احنا مهتمين جدا وايه بقى وسائل انتو تعرضوها هاي حيب عندوك ويب سايت هايب عندوك ويب سايت فعلا عندنا البيج بتاعة مصرينة على الفيسبوك اه وده وغير ده ان احنا 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 بننزل بابانارات احنا بننزل باعلانات بتتزعى على التلفزيون اه بننزل بكل اشكال الميديا اللي بتتخيلها يعني وبالتالي مطلوب ان الناس تبقى هي اللي بتشتغل في ده اهم حاجة ركستوا عليها هي فكرة التوافق اه عايز اعرف الطائرات المختلفة اللي بالشاركة على اقل في مجلس الامنة للحر مجلس الامنة لكل الطائرات اللي تتخيلها موجودة من السلفيين للناس اللي كانوا السابقين في الاخوان الياساريين لكل الناس حتى من يتهمون بان هما اللي بتال عليهم اجندات وماسونيين كله موجود يعني حتى بالناس اللي هما اللي بردانيين باللي هما منهمش انتبقات سياسية واضحة هذا ما كانش صعب يا براء يعني الناس دي كنت اجتمع وتتطفق كزي ما انت قلت فعلا كانش صعب لا ما كانش صعب بس كان محتاج وقت مش اكتر ما كانش صعب لان زي ما بقولك هل كانت صعب ان الناس تنزل في خمسة وعشرين اناية؟ لا ما كانش صعب بس الحصل بعد كده كان ممكن يخليه بقى صعب دلوقت اه بس احنا واعيين كويس جدا الحصب بعد كده حصل لي يعني واعيين كويس وقدرين نفهم كويس جدا ونميز حصل لي مش كل الكلام حينفع ما كانش فيه ارادة حقيقية ان اللحظة دي تستمر عند كل الاطراف ازاي بقى حاجة زي كده بتستمرش ازاي بقى عندكش ارادة حقيقية وانا ما عندش ارادة حقيقية ان الروح تحت مدان دي متستمرش ازاي ما هو الموضوع مش انا وا انت هو الموضوع ان انا وا انت لا في كمان ناس اقتومين على ثورة في صناع قرار سواء في الاحزاب صناع القرار سياسي شعبي اللي هم الاحزاب وطيارات سياسية الموجودة الأمبة بعد كده دخلوا في جدريات زي الاستفتاء وزي الدستور أولاً ولا إيه اللي أولاً وبعد كده البرلمان والانتخابات وما إلي ذلك وفيه طبعاً مجلس عسكري مؤتمن على الثورة يمكن عندنا كلنا ملحظات على أداءه السياسي فيه حكومتين حكومة دكتورة عصام شرف وبعد كده حكومة الجنزوري برضو كان فيها نفس الملحظاتي يعني بالقون دي مش كانش أحسن حاجة ما كانش أفضل أفضل شيء هل لقيتوا دعم من هذه الجهات؟ هل لقيتوا دعم من الحكومة؟ مجلس عسكري؟ حياة بصر الوقت لسه بدري قوي فلسه ما توصلناش قوي عشان نعرف دعم ولا وبينك كمان البلد كلها دلوقتي في حالة ترقب لما سيحدث يوم 25 ناير فالناس مش فاضية تدعم بعض لا ببتس اليوم تنزلوا 4000 واحد الشارع ومع مشاكل بتاعت التظاهر ومش التظاهر وتظاهر السلمي لا ده مش سلمي يعني ما لقتوش تعاون أو غير تعاون انا اقولك ان ده برضو احنا لما جينا نعمل سلسل صورة كنا مهتمين جدا هو ما بقاش تظاهر على حساسية الناس اول ما بيسمعوا كلمة مزارة خلاص بقى كفية لا احنا حبينا ان هي تبقى واقفة احنا لا بنعطى المرور ولا بنهتف ولا بنعلي صوتنا خلص احنا واقفين بس واقلون يكفل سلسلسلة بشارية بين كل شخص والتاني مترين ثلاثة فبالتالي لا ده يعني اعتقد الناس بصك وده بتشوف في عيون الناس كده من العرضيات فيه بنات وسيدات معك طبعا طبعا بالعكس اعايز اقولك بنات كانوا يمكن هم اللي اكتر كمان يعني العمر سلسلية عاملة ازاي اه انا شفت من كل الاطفال عندهم سنتين في العربيات بتاعة الاطفال لحد ناس واقفين بعصيان واقفين ناس كبيرة جدا في السن اخترنا هما ينزلوا في البرد ده عشان يقفوا يقولوا بس ان احنا مع الثورة دي احنا مع المطالب دي احنا مع الناس دي مع الروح الجميلة دي مع التوافق دي لو تنت تلخص مصرنا في جملة او في كل احنا ملخصنها طبعا هي باختصار هي مصرنا التي نريد يعني العدل فيها حق والحرية فيها منطق حالي دي نقطة نقطة مهمة جدا ومصرنا التي نريد هي مصرنا التي نستحق يعني هي مصرنا التي تستحق يعني هي مصرنا سداني هم موضوع ابسط بكثير احنا بنقول لكل الناس هي مصرنا هي باختصار شديد جدا بتخاطب الصورة اللي انت بتتمنىها للبلد وسداني لو جمعنا بس شوات الصور اللي كل واحد كل واحد بيتمنى بيتمنى ايه حنشوف احلى حاجة في الدنيا نشوف احلى حاجة في العالم يعني الرؤية حلوة بس التنفيذ هو المطلوب احنا في كلنا عندنا رؤى احنا مهتمين جدا بفكرة الجانب المؤسسي يعني احنا في النهاية حركة مش مبادرة دوننا نحن لطلعنا نكلم في التلفزيون لا خالص بالعكس عندنا حساسية من اللي كان في تلفزيون احنا في الاخر احنا في الاخر لكن في النهاية لكن في النهاية لا في تنظيم واضح في التزامات واضحة من كل عضو في وسائل التواصل اونلاين وغيرها واضحة في المناطق في شغل على الارض كتير وبالتالي احنا حرصين جدا ان الدنيا تستمر وان هي تبقى عندها القدرة على الاستمرار اه من حقيكم واكيد من خلال لاين لايف اي اي حدث بيحصل محتاجين يكون متغطي احنا يكون معاكم نهارك سعيد يكون معاكم سواء بكاميراتنا او سواء تلكمين تتكلموا معنا برضو من خلال جروب بتاع نهارك سعيد هنحط اللينك لحركة مصرنا عشان يبقى فيه تواصل على طول دايركت على البيتش بتاعتهم واي حاجة عاديتها رفقة عن مصرنا برضو ويكون من خلال التواصل من الايميلات والفيسبوك اكيد فيه نشاط طيب احنا بنشكرك جزيلا استاذ براق اشرف بنشكرك شكرا جزيلا ومنحييكوا على تحياتي لكل اعضاء هذه او مجلس الامنة وطبعا كل المشاركين في هذه الحملة سبعين الف على الفيسبوك ربين الف على الارض بنشكرك شكرا جزيلا وان شاء الله نصل لمصرنا زي ما انت قلت لحنا عايزنا يا رب يا رب ان شاء الله سريعا جدا هيا سأقوم خمس وعش يناير معلش السؤال للمليون دور هنشوف هننزل نتفرج يلا ننزل مع بعض شاء الله بإذن الله مشاهدينا كمانا نهاردة عن حاجة كتير قوي كمانا على الأوبرا وعلى القاهرة الخدوية وعلى وسط البلد اللي كانت فعلا ولازم محتاجة عادة نظر ياريت برضو المشروع اللي حاز على هذه الجائزة يبدأ يتنفس بالفعل واحنا عايشين مش لازم بعد كتير قوي ومبادرة زي مصرنا ومبادرة كتير قوي وحتى كان معنا محلس سياسي كلهم بيقول نفس الحاجة نبدأ نبدأ بقى شديد هنشوفكم ان شاء الله بكرة في يوم جديد ونهارك سعيد سلام